موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها اهم ما تقوله الصحف الصادر اليوم وما جاء في المواقع الاخبارية التقارير الدولية ما تزال تتوالى للتحذير من كارثة انسانية في اليمن ولا يبدو ان هناك انفراجا في العام الجديد المقبل بهذا عنوان موقع الموقع بوست وقال تقرير دولي يحذر من تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن ويؤكد ان العام 2017 سيكون عام الجوع يقول الموقع حذر المجلس النرويجي للاجئين من تفاقم الوضع الانساني في اليمن قائلا ان عدد اليمنيين الذين سيعانون من الجوع في عام 2017 سيرتفع الى اكثر من 16 مليون وقال المجلس في بيان الله ان العام الماضي شهد تدهورا شاملا للأوضاع الانسانية مع معاناة 14 مليون شخص من الجوع والتوقعات تشير الى ان عام 2017 سيشهد اضافة مليونين ونصف مليون اخرين اذا استمرت الدوامة الحالية هذا يعني بحسب التقرير ان نسبة هائلة تبلغ 60% من مجموع سكان سيكافحون من اجل توفير الطعام لأسرهم في العام الجديد ومن التقارير الحقوقية ايضا عنونا موقع الاشتراكينت الميليشيات تجند 670 طفلا لا تتجاوز اعمارهم الرابعة عشر عاما بذمار حيث كشف فريق الرصد الحقوقي بمحافظة ذمار عن قيام ميليشيات صالح والحوث الانقلابية بتجنيد 670 طفلا اعمارهم لا تتجاوز الرابعة عشر عاما ضمن صفوفها في جبهات القتال وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها ان الميليشيات بمحافظة ذمار اتجهت نحو تجنيد الاطفال والزج بهم في صفوف القتال بالجبهات المختلفة في محاولة منها لسد العجل الحاصل في صفوفها بعد ان فقدت اغلب عناصرها المسلحة وطبقا للتقرير انشأت الميليشيات الانقلابية اربعة معسكرات خاصة بتجنيد الاطفال وتدريبهم فيها قبل ارسالهم الى خوض المعارك في المحافظات المختلفة ابرزها معسكر خاص بتجنيد الاطفال في منطقة انس بمديرية جبل الشرق غرب المحافظة اما موقع المصدر اونلاين فقال ان سبعة اشخاص من اسرة واحدة اصيبوا في قصف شنته ميليشيات الحوثيين وقوات صالح على احياء سكنية شرق مدينة تاعز حيث ادى سقوط قذيفة هاوزر اطلقتها ميليشيات الحوثي وقوات صالح المتمركزة في جبل العلا بالحوبان على احد المساكن في حي مشروع المياه الى اصابة سبعة اشخاص من اسرة واحدة اثنان منهم حالتهما خطيرة عنوان اخر للموقع تحدث عن بدء صرف الرواتب للجنود والضباط في مدينة عدم بزيادة 20% عن الراتب السابق حيث بدأت اللجنة الوزارية التابعة لوزارة الدفاع اليمنية صرف رواتب الجنود في القوات العسكرية والامنية بمدينة عدن العاصمة المؤقتة وقالت المصادر اللجنة كانت قد استكملت خلال اليومين الماضيين اجراءة توثيق الجنود والضباط الذين يخدمون في نطاق المنطقة العسكرية الرابعة والذين يصل عددهم الى خمسين الف ضابط وجندي الكاتب محمد جميح حذر في مقاله المنشور في موقع المصدر اونلاين من توجه حوثي لتغيير المناهج الدراسية لطلبة العلم في اليمن بما يتماشى مع ايدلوجيتهم السياسية والعقائدية وقال في مقاله الحوثيون يسعون لتغيير الهوية اليمنية باستهداف مناهج التربية والتعليم وتغيير كتب الدراسات الإسلامية ومناهج التاريخ المدرسي بشكل خاص هناك مقررات تجهزها الجماعة لتحل محل كتب الدراسات الإسلامية والتاريخ في مدارس الجمهورية كتب مواد التاريخ بدورها كذلك يعدها الحوثيون مزورة ولديهم مواد أخرى تعنى بدراسة تاريخ الأئمة في اليمن لتصحيح الأخطاء التي دخلت مناهج التاريخ حول الأئمة رضوان الله عليهم حسب مصدر حوثي ولتنفيذ هذه الخطة صدرت قرارات لتغيير مدراء العموم في محافظات الجمهورية وفي ديوان عام الوزارة وتعين مقربين من الحوثي في هذه المناصب وقد شكل الحوثي لجنة لأعادة صياغة مناهج التربية الإسلامية والتاريخ في مدارس الجمهورية وتم استبدال نشيد الوطني وترديد الصرخة الحوثية مكانه في مدارس يسيطر عليها الحوثيون ما هو موقف المؤتمر الشعبي العام شريك الحوثيين في وزارتهم من هذه الخطوة الخطيرة التي تهدف إلى إيصال الشرخ المذهبي إلى المناهج الدراسية المعلومات تفيد أن المؤتمر يعارض هذه الخطوة ولكن ما مدى جدية هذه المعارضة وما هي قدرته على وقف هذه الخطوات الخطيرة هذه القضية لا يجب أن تخضع للمماحكات الحزبية لأنها تخص مستقبل الأجيال التي نشأت في مدارسنا على مناهج الوسطية والاعتدال دينيا وعلى الولاء الجمهورية ورفض الكهنوت على المستوى السياسي كفان مماحكات فلولاها لما دخل الحوثي صنعاه ولا وصل إلى سواحل عدن من العاصمة صنعاء طالعنا موقع يمن منتر بهذا العنوان مياه سكان صنعاء ملوثة بسبب جبل القمامة السام يقول الموقع العديد من الكوارث تلوح في الأفق في اليمن من بينها كومة هائلة من النفايات خارج العاصمة صنعاء والتي تسرب نفايات سامة في إمدادات المياه المتنقصة للبديدة يضيف الموقع قبل الحرب كانت صنعاء قادرة على الأقل على فصل المواد الأكثر خطورة من كومة تزن عشرة ملايين طن بفضل محطة معالجة قريبة لم يستمر هذا الأمر فقد قصف التحالف العسكري الذي تقوده السعودية المحطة في يونيو حزيران العام الماضي ومرة أخرى في ديزمبر كانون الأول الماضي والآن تكونت بركن نتنا كبيرة نتيجة عدة أسباب من بينها تراكم النفايات الطبية في قاعدة كومة النفايات مما يهدد بتلويث إمدادات المياه للمدينة الجافة التي توقع الخبراء منذ فترة طويلة أن تكون أول عاصمة تستنفذ كل مياهها من الجوف قال موقع التغيير نت أن هناك حملة أمنية واسعة في عدد من المناطق المحررة يقول الموقع بأن قوات الأمن وبالتعاون مع قوات الجيش دشنت حملة أمنية واسعة في عدد من المناطق المحررة لترسيخ الأمن والاستقرار وتأمين الطرق مدير أمن محافظة الجوف العميد علي محمد شطيف قال بأنه تم إنشاء قرابة 30 نقطة وموقعا أمنيا في مختلف مديريات المحافظة ومن بينها مديرية الموتون التي تتواجد فيها الأجهزة الأمنية لأول مرة في تاريخ المديرية قوات الأمن قامت مؤخرا بضبط خلايا إرهابية تابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع الإنقلابية في منطقة اللبنة كانت تقوم بالتقطع للمسافرين وتعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة موقع الصهاريج عنوان قوات التحالف تعلن الساحل الغربي منطقة عسكرية وتلقي منشورات تحذيرية للسكان يقول الموقع إن قوات التحالف العربي أكملت استعداداتها للبدء معركة تحرير الساحل الغربي بمدينة تعز معلنة المناطق الساحلية الغربية مناطق عسكرية حيث ألقت مقاتلات التحالف منشورات تحذيرية على مناطق بني علي وعشملة والكمب والبرح بمدينة تعز بالقرب من الساحل الغربي تطالب فيها المدنيين بمغادرة مناطقهم إلى مناطق أخرى آمنة ما يشير إلى قرب معركة تحرير الساحل الغربي وقبل قراءة أهم ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا من جديد مرحبا بكم يمنيون نازحون رغم تحسن الأمن هو عنوان لصحيفة العرب الجديد والتي قالت في التفاصيل بأن أعدادا كبيرة من الأسر اليمنية نزحت بسبب الحرب إلى مناطق جديدة مخلفة وراءها ممتلكاتها وهو ما لعب دورا بارزا في عودة كثيرين مع تحسن الأوضاع الأمنية في مناطقهم مع ذلك فإن أسرا أخرى فضلت البقاء في مناطق النزوح وعدم العودة لأسباب مختلفة أهمها توقع جملة من المخاطر على أمنهم الغذائي وسلامتهم في مناطقهم أو كذلك توفر مزايا في مناطق النزوح تضيف العرب الجديد مخلفات الحرب القابلة للانفجار ومنها الألغام الأرضية من أهم الأسباب التي تمنع النازحين من العودة إلى مناطقهم بينما عاد معظم نازح المناطق الجنوبية إلى مدنهم بعد انتهاء الحرب في معظم مدنها وقراها وتطهيرها من الألغام إلى أن قليلين عادوا إلى قراهم التي شهدت بقاء مخلفات الحرب رغم معاناة النازحين من ضعف استجابة منظمات الإغاثة لاحتياجاتهم مما يفاقم الوضع اقتصار نشاط أجهزة أيزالة الألغام على جبهات القتال غالبا الحثيون ثاني أكبر خاطفي الصحفيين في العالم تحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاتحاد الإماراتية موضوعها والتي قالت فيه إن منظمة مراسلودة بلا حدود صنفت ميليشيا الحوثي وصالح كثاني أكبر خاطفي صحفيين على مستوى العالم في العام 2016 في حين احتل تنظيم داعش الإرهابي المرتبة الأولى واتهمت المنظمة في تقريرها الميليشيات الحوثية باختطاف صحفيين وإعلاميين ووضعهم رهائن في سجون خاصة وقطع كل سبل الاتصال مع أقاربهم وذكر التقرير أن المتمردين يحتجزون حالياً ما لا يقل عن 16 صحفياً وإعلامياً في حين اضطر العديد من الإعلاميين إلى التوقف عن ممارسة نشاطهم ومغادرة البلاد صحيفة الخليج الإماراتية عنونت الجيش اليمني يطلف ألغاماً زرعتها الميليشيات في ميدي تقول التفاصيل أن الجيش الوطني اليمني أتلف كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح في منطقة ميدي بمحافظة حجة خلال الأشهر الماضية وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش الوطني اليمني أن الشعبة الهندسية بالمنطقة وبالتعاون مع فريق الألغام السعودي قامت بإتلاف سبعمائة وخمسين لغماً أرضياً من مختلف الأنواع والأحجام والصناعات نقل المركز الإعلامي عن العميد عمر جوهر أركان حرب المنطقة الخامسة أن هذه هي الدفعة الثالثة من نوعها حيث تم إتلاف قرابة 200 لغم بأنواع مختلفة خلال الفترة السابقة حقوق الإنسان بعد هزيمة الثورات العربية عنوان لمقال الكاتب حازم صاغية في صحيفة الحياة والذي قال في أجزاء منه لم تكن مرة حقوق الإنسان مصانة في هذه الرقعة من العالم لم تكن مرة أمراً محترماً أو جدية لكنها لم تكن مرة مداسة وأمتهكة كما حالها اليوم ولم يكن مرة دوسها وانتهاكها منتشرين على رقعة في ضخمة الرقعة التي انتشران عليها حالياً ذاك أن الشعوب العربية التي طلبت الحرية هزمت وبهزيمتها هزمت الحرية نفسها بوصفها حق الحقوق الإنسانية وقاعدتها والمدخل إليها وكل شيء يوحي الآن أن ميلاً تأرياً يستجمع نفسه لإنقض بالقمع على الشعوب والحريات والحقوق حتى البلدان التي لم تشهد ثورات ولم تلفحها بالتالي ثورات مضادة أصيبت بالعدوى من البلدان التي تنتقم فيها الثورات المضادة من الثورات فأقفاص الاتهام العابرة للحدود الوطنية لم تتسع من قبل لهذا العدد الكبير من المشبوهين صحفيون كتبوا آراء مخالفة وشبان وشابات عبروا عن مواقف مغايرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو دافعوا عن الحريات أكانت سياسية أو دينية أو جنسية أو ناهضوا العنصرية أو طالبوا بمساواة الجنسين أو عارضوا التحريض على العمالة الأجنبية هؤلاء تكشر في وجوههم أنياب كثيرة لسلطات كثيرة فإذا تعبت السلطة السياسية هبت السلطات الدينية وإذا تراخت الأخيرة حضرت سلطة القومية ومناهضة التطبيع أو تخوين منظمات حقوق الإنسان لحصولها على تمويل أجنبي سلطات كثيرة تعاملنا كأننا مصابون بالجذام سلطة تقتل وسلطة تسجن وسلطة تبتز وتشهر وفي مواجهة المتهمين هؤلاء تستحضر أسلحة ثقيلة الوطن والدين والعائلة والشعب والسيادة والزعيم ورجل الدين فضلا عن الأخلاق والشرف والكرامة ونفسية الأمة بوصفها المنظومة الرفيعة التي تقابل منظومة واضيعة من الانحراف والشدود والعمالة والخيانة والفردانية وعبادة الشيطان صحيفة القدس العربي عنونت أمريكا تلغي صفقة ذخائر مع السعودية بسبب مقتل مدنيين في اليمن حيث ألغت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تسليم بعض الذخائر لحليفتها السعودية وسط غاضب بشأن عدد القتلى المدنيين الذين يسقطون أثناء حملة المملكة في اليمن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قال لقد أوضحنا أن التعاون الأمني الأمريكي ليس شيكا على ضياض نتيجة لذلك قررنا عدم المضي قدما في بعض المبيعات العسكرية للخارج وهذا يعكس قلقنا الشديد المستمر في ظل أخطاء في الاستهداف ومتابعة الحملة الجوية بشكل عام في اليمن وأبلغ مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة قررت تقييد الدعم العسكري للحملة التي تقودها السعودية في اليمن بسبب مخاوف بشأن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين كما ستعلق مبيعات أسلحة مزمعة للمملكة أما مدينة حلب السورية الغارقة في بحر من الدم فقد كتبت صحيفة الحياة بعض التفاصيل عنها وقالت موسكو أكدت التوصغ إلى اتفاق يتضمن وقفا للنار للسماح بإخراج الفصائل من جيب صغير خوصر فيه شرق حلب إلى ريفها الغربي لكن الأنباء تناقضت ما إذا كان الاتفاق يشمل خروج المدنيين أو بقائهم وسط قلق على مصيرهم من حمام دم انتقامي تضيف الصحيفة مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع المأساوي في المدينة بعد وصول تقارير عن إعدامات ميدانية نفذتها عناصر في القوات النظامية والميليشيات المدعومة من إيران الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون حذر من تقارير ذات صدقية عن تعرض المدنيين للقتل والإعدامات الميدانية ووجود جثث محترقة في الشوارع في شرق حلب ودع السلطات السورية وحلفائها روسيا وإيران إلى احترام واجباتهم بموجب القانون الدولي والسماح فورا للمدنيين بالمغادرة بسلامة وتسهيل عمل الهيئات الإغاثية واحترام القوانين المتعلقة بالحرب ومن حلب أيضا قالت صحيفة البيان الإماراتية أن عمليات الإجلاء من مناطق شرق حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة ربما تتأجل حتى الخميس بعد أن كان من المنتظر بدء العمليات فجر الأربعة وكان مسؤول عسكري بالتحالف الذي يدعم بشار الأسد قال إنه من المقرر بدء عملية الإجلاء في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي لكن شاهد من رويترز كان منتظرا عند النقطة المتفق عليها للمغادرة قال بأنه بحلول الفجر لم يغادر أحد عن حلب وعنا عنوان لكلمات من دم تلخص ما يفكر به حاليا كل عربي يحضر تلك المشاهد القادمة من المدينة السورية حلب المشاعر المتضاربة يختزلها الكاتب أسامة غاوجي ويقول لا يمكن وصف ما يجري في حلب ذلك أن سلاحنا الوحيد في الوصف المجاز صار حقيقة حين نقول أنهار من الدماء فهي أنهار من الدماء وحين نقول الخراب الذي لا يتنفس فهو الخراب الذي لا يتنفس لا يمكن وصف ما يجري في حلب فما يستعين به الواصف أعمى وما ينطق به الناطق أبكم والبقية عالم الفرجة المحرج الذي نستحي أننا نعيش فيه أصم لقد اختار الكثيرون وأنا منهم في وقت ما أن نتوقف عن رؤية فيديوهات الموت اليومي وصور الأطفال الأشلاء اكتفينا ولا أعرف الآن إن كان هذا مبرجة بأن نتابع خرائط التقدم والتقهقر حتى أرقام الشهداء لم تعد مسألة حاسمة اليوم تقف حلب على آخر رمق لها وأنا العاجز الأحمق الثرثار الرطن الذي لم ألقي بالموت هناك أتكسر هنا أمامكم لا ألمكم ولكنني أحاول أن أجد عزاء من أي نوع يحميني من ضمير يطعنني بأحلك أصوات الموت ويجرح يدي وأقلبي بمدى من وجوه الأصدقاء الذين يرتلون أسفارهم الأخيرة وينامون بعين واحدة غير واثقين إلا بأنه يجب الذي يجب كيف أصبحت حلب بعيدة هكذا؟ نعم بكل الكليشيهات المملة خبر في نشرة منشيت غضب عابر زفرة ثم نحاول أن نقلب الإذاعة أيها المشكون على الموت هناك يا من نتمنى موتنا معهم هلنا في هذه الفجيعة أن نطلب منكم طلبا أخيرا؟ طلبا ربما يكون أكبر من كل ما حملتموه عننا أن تسامحونا الوجع أيضا يمتد لمدينة الموصل العراقية والتي نزح منها العديد من مواطنيها بسبب الاشتباكات الدائرة بين القوات العراقية من جيش وبشمرقة مع تنظيم لاعش ستشاهدون الآن معنا هذه الصور من النزوح الجماعي لسكان والتي نشرتها وكالة الأناظول نتابع اشتركوا في القناة بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة